جدل واسع تصدر المشهد العراقي بعد أنباء عن إغلاق مجسر قرطبة في بغداد ما أثار تساؤلات لدى المواطنين بشان جودة تنفيذ المجسر ورداءة المواد المستخدمة فيه بعد أربعة أشهر فقط على افتتاحه هذا المشروع يأتي ضمن تشخيص لواحدة من المشاكل المزمنة طيلة سنوات في العاصمة الحبيبة بغداد حيث الازدحامات المرورية الخانقة مديرية المرور من جانبها سارعت إلى أعلان إغلاق مجسر قرطبة الذي يربط بين ساحة الطيران وشارع فلسطين ومدينة الصدر بدعوى أن الإغلاق لأغراض الصيانة والترميم وهما شكك به ناشطون عراقيون طرحوا تساؤلات بشأن جودة المواد الانشائية المستخدمة في بناء المجسر لتذهب الأصوات إلى بعد من ذلك متحدثة عن أن الإنجاز لم يكن بالمستوى المطلوب الذي روج له أعلاميا على أنه سيكون أحد الحلول المبتكرة لحكومة السودان لفك الاختناقات المرورية في العاصمة بحسب أميني بغداد هذا المشروع تم تنفيذه بمدة مئتين يوم من دائرة الطرق والجسور في وزارة العمار والإسكان اليوم أمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور في وزارة العمار والإسكان تعمل كفريق واحد لإنجاز هذه المشاريع المهمة هذا المشروع هو المشروع الثاني من مشاريع فك الاختناقات المرورية الحزمة الأولى عضو لجنة المالية البرلمانية محمد نوري أكد أن مجسر قرطبة كلفت دولة أربعين مليار دينار نافياً أي فائدات من المجسر على الرغم من رصد موازنة ضخمة له ذهبت جلها إلى جيوب فاسدين من الأحزاب والكتل السياسية وقاعة مجسر قرطبة تسلط الضوء على حقيقة المشاريع غير الخاضعة للمتابعة والتقييم وسط مطالبات بأن يتم التحقيق بالدقة في أسباب هذا الأغلاق المبكر والمفاجئ وأن يتم اتخاذ الإجراءة اللازمة لضمان أن تكون البنية التحتية في بغداد أهمنة ومتينة وتلب احتياجات السكان